موسيقى صباح الخير لانظار مجددا اليوم الى الجلسة النيابية العامة التي تحمل الرقم 14 والمخصصة الانتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط معضيات تفيد انها لن تكون افضل حظا من سابقاتها ل13 واليوم ايضا جلسة عادية لمجلس الوزراء تقارب القضايا الامنية التي تهز البلاد والمتصلة بتداعيات الحرب السورية على لبنان هذان العنوانان تصدر صحف بيروت وسنتابعهما اليوم مع غيرهما بالطبع من العنوين مع النائب الاستاذ جزافر المعلوف عضو قتلة القوات اللبنانية عن زحلة قبل ما ابلش بالمواد هيك تعليقا على الرقم 14 لرقم الجلسة ممكن يكون فيه تفاقل بما انه هيك بيشبه 14 قدار يعني كنا منتأمل انه الارقام بتعني للحقيقة للأسف الارقام عبتستغل بغير الموقع وخاصة على صعيد النصاب واستغلال هذا الموضوع للأسف ما في شي بالافق واضح بهذا الاتجاه نأمل اكيد ممكن رح يصير فيه حديث خلال عادتنا عن الموضوع انه يكون فيه وعي وادرات لوين وصلت لحوال حتى نبادر ونتحمل مسؤوليتنا كنواب ونكون كلنا موجودين لانتخاب رئيس رح نبدأ اذن بها الموضوع يعني الموضوع الانتخاب الرئيس او بالمواضيع الامنية من خلال كاريكاتور لحسن بلايبل بجريدة الديلي ستار تحت عنوان في لبنان رسم الرئيس تمام سلام يجتاز بسيارته حاجز ازمة المخطفين بدار البيدار فتظهر امامه تباعا حواجز الحدود الشرقية بعرسال وبريتال والحدود الجنوبية بشبعة والفراغ اخيرا بأسر بعبدة يعني قداش رح تقدر حكومة الرئيس سلام ورح يضل الرئيس سلام قادر يجتاز كل هذه الحواجز استباعا يعني اكيد مش محسود على الموقع اللي هو فيه الرئيس سلام وخاصة بوجود فراغ بموقع رئيس الجمهورية وكلنا بنعرف قديش الرئيس سلام عم بيتمنى انه يكون فيه انتخاب لموقع رئيس الجمهورية بس بتطلع على هالكاريكاتور والملفة دغري انه كتير القاسم المشترك بيكن هايدي النقاط للأسف الحواجز اللي شفناها هو الشريك لقلنا بالبلد ونتمنى انه يرجع لحضن الشراكة المزبوطة اللي هو حزب الله اللي بوجوده بسوريا وبمنعه هو والحلفاء تابعه طبعا هم نحكي بالطيار العوني ان يتم انتخاب لرئيس الجمهورية بالبلد اعتبر انه حزب الله هو من يحول دون ذلك ام انه العماد عون المتمسك العماد عون بسياسته بسياسته انا او لاحد بهالحلم الابدي اللي عنده اياه للأسف فيه تواطق صار او زواج مصلحة بينه وبين الحزب باستمرار الفراغ الموجود برئيس الجمهورية اليوم هلأ الموضوع الملحة وربما اكثر الحاحن من موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ما قالت اليه المفاوضات بشأن مدف المخطوفين حيث اليوم المشهد بساحة النجمة رح يكون مختلف كما قالت النهار شكلا ودلالة اختلاف كبير عن الجلسات الى 13 السابقة وذلك بسبب جيران طارئين احتلوا امس ساحة رياض السلح قبالة السرايا وقطعوا شارع المصارف واقاموا خيام الاعتصام للضغط على الحكومة ومجلس النواب الملحين على حل المقايدة لانقاذ العسكريين الرهائل اولا عندك معطيات جديدة بشأن هالموضوع المعطيات هي على نفسها اكيد في سرية بالمفاوضات اللي عم بتصير الشي الاكيد انه في مفاوضات لا تزال مستمرة من خلال عدة قنوات بنفس الوقت نعرف انه في عقدي اضافية بالصورة اللي هي انه مطالب جبهة النصر تختلف عن مطالب داعش بهذا الاطار اللي بيخلق اكيد ضغط اضافي على طريقة الوصول الى حل وانا في حل اكيد اساسي لهذا الموضوع كله واليوم بتمنى انه اكيد رح يكون ضمن القطر اللي عم نحكي فيها الحل الاساسي والوحيد لكل هايدي المواضيع انه عم نقوله مش لنقوله اليوم شأنها ما بينه في كتير اكتر ما فيه اجوبة بالساحة فيه اسئلة السؤال هو هل مبرر وجود حزب الله بسوريا لذي القائم الحجج اللي كلنا نعطيت بالماضي اثبتت انه من حجج جدية وللأسف القرار بيّن مع الوقت انه منه بييده لحتهلأ بوجوده بسوريا او بخوض المعارك اللي عم بيصيرها هل وجوده بسوريا سبب بالتفجيرات التكفيرية اللي صارت بالضحي و بغير مناطق هل وجوده بسوريا عم بيخسرنا شباب لبنانية من خير شباب الوطن كضحايا و شهداء للحرب السورية و ما يجري في سوريا و غير هل وجوده في سوريا يساعد على تغيير استراتيجيات اللي عم نسمعك اليوم بالحرب بالداعش ولا بما يجري على الحدود العراقية التركية او داخل العراق وسوريا يعني اليوم للحيئة المبررات اللي انوجدت وصلت حزب الله لا يوصل ليستعيد هيبته لحتى يحدث ما يحدث بالعراضي المحتلة استعيد هيبته عبر عبر التفجير اللي صار بمزاري شباب استعادت هيبه هذا التفجير اما رسائل يمكن من وراءه للتكفيريين اكتر ما هي لاسرائيل ما بعرف اذا كانت رسائل للتكفيريين قد ما هي رسائل لداخلية اكتر انه نذكرنا انه بعد في قضية ما بعرف اذا كانت القضية هي مظبوط القضية المركزية للدول العربية اللي هي قضية فلسطين هل وجوده في سوريا يساعد على الوصول على القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية هل وجوده اليوم بسوريا والاطلاقه اي مغامرات جديدة من هالنوع عند قد يورط الجيش ولا لا بجنوب الجيش نعرف وين مطلوب اليوم يكون لحتى يقدر يواجه الهجوم الداعشي اذا بتسمحيلي بعد فكرة صغيرة بهذا الاطار هل من الممكن اليوم نتطلع على الواقع القائم بجنوب ونسأل حالنا اليوم زيادة الجبهات على الجيش اللبناني هو دعم ولا طوريت للجيش اللبناني من هالمنظار هذا اذا رجعنا وسألنا حالنا اللي صار بالالفين وستة اكيد صار فيه ما سمية بالانتصار على اسرائيل بعدوان الالفين وستة ولكن بهديك الايام في شخص قالنا لو كنت أعلم اليوم هل بدنا نرجع نسمع لو كنت أعلم باللي صار بسوريا ودخولنا بسوريا هل لو كنت أعلم بهجومنا ولا فتح جبهة جديدة بجنوب الخطر الكبير بعتقد لو كنت أعلم اذا كان يعلم معنات فيه مجازة فيه واذا لم يكن يعلم المجازة فيه أكبر يعني بموضوع المخطفين استاذ معلوف دكتور سمير جعجع بيقول انه انسحاب حزب الله من سوريا يؤدي لتحرير المخطفين برأيه اليوم أوساط حزب الله بجريدة الديار قال استغربت هالكلام لدكتور جعجع وقالت لمحمود زيات انه بعد يعني مثل وكأنه بعد ناقص انه تتصاعد الحملات على الحزب وصولا لدعوته ربما للانسحاب من لبنان لا هو يارات هي دعوات للحزب العكس تماما لما نحن عم نقول للحزب تاريخيا وقفنا حدكم بال2006 بغض النظر وقضيتنا قضيتكن وكلنا سوا كلنا مقاومة بطريقة ان كان عسكرية ولا امنية ولا دعم انساني ولا قبول بخسارات اقتصادية فادحة على الاشخاص والمؤسسات بال2006 وقوفا إلى جانب المقاومة وقراره بالدخول بخطف الجنود بال2006 نحن اليوم نقوله بالعكس تمام نحن نقوله يا شركائنا بالوطن اللي نحن بكل قناع عم نقلكون انتم شركائنا بالوطن هل انتم فعلا تريدون هذه الشراكة؟ اذا تريدوا هذه الشراكة هل الفراغ بمقام رئاسة الجمهورية هو دعم للقضية الكبيرة اللي هي القضية الفلسطينية ولا اضعاف للدولة اللي لازم يكون في دولة اوية لتواجه العدو الصهيوني اليوم نحن عم نقلكون نرجعوا من سوريا لحتى نقيم شراكة مزبوطة يمكن القرار مش بايدهم يمكن القرار بايد القوى الاقليمية ولكن فيكن قرار جريء جدا بالعودة الى هذا الوطن بالعودة الى التمسك بالكيان وبسيادة هذا الوطن لحتى سوى نقدر نواجه التحدي الاكبر اللي هو من الواضح جدا انه هذا التحدي الاكبر الطلب انه يكون في تدخلات دولية في علامات استفهام كبيرة على هذه التدخلات كيف تخلق التحالفات وغيرها بس نحن مش بصدد الجواب على التساؤلات ولكن نحن اللي عم نطلبه هو العودة الى الوطن والتخلي عن الخروج من الوطن رح نرجع بالتفصيل للوضع الامني خصوصا بعد اللي صار ببريتال ولكن بدأ ابقى بموضوع المخطوفين القوات اللبنانية بهالمجال استاذ معلوف وين ممكن يعني يوصل قبوله بملف التفاوض او المفاوضة معها نحن اللي قلناه سابقا انه مع اللي صار فيه سوابق تاريخية ودولية بهذا الاطار ولكن الحل الجزري بنرجع بنقوله هو بعودة حزب الله عم نصر منا ولدا الا الطرح اللي عم نطرحه هو جدي جدا ونؤمن فيه اليوم بيوصل قبولنا انه ايماننا انه اذا مظبوط شركائنا بالوطن حزب الله وعم برجع بشدد عيدا الموضوع بيؤمنوا انه نحن وياهم شركة بوطن لازم يكون عنده كيان ومؤسسات دستورية بيقرروا يرجعوا هلأ اكيد الحكومة كنا بنتأمل انه تقدر تشتغل بطريقة اسرع ولكن كلنا بنعرف انه صار فيه بعض التسريبات انه ما فيه توافق ضمن هذه الحكومة على طريقة وقالية التفاوض ان كان بالتفاوض بمقايدي ولا بغير الاطر بقى الاملنا انه تسرع هذه الامور ولكن لا نزيل نؤكد انه اسرع وسيلة هي عودة الحزب الى كنف هذا الوطن بموضوع لقاء هولند الحريري اليوم كتبت جريدة الانوار ان هذا اللقاء بلورى المسار الرئاسي اللبناني لانه تم تطرق لموضوع رئاسة الجمهورية من باب مناقش التأثيرات الدول الفاعلة فيه وعبر رئيس اولند عن وعده ببذل قصار جهده لتعطيل الالغام الداخلية اللبنانية التي من شأنها اطالة امد الفراغ كيف هو كان يترجم الرئيس الفرنسي هذا الوعد؟ الوعد اللي عم بيعمله انه اكيد الواضح كان انه في محاولة ضغط على ايران من منظر ان ايران قد ضغط او كهي المؤثر على حزب الله بنزول نواب حزب الله وبالتالي منقرروا ينزلوا نواب حزب الله الى مجلس نيابي اللي هو شي ملفت يعني من الطبيعي مثل ما عم نشوف في بيانات التكتل التغيير والاصلاح اللي عم نسمعها تتابعا من جلسة الى جلسة كأنه هناك في تبعية مطلقة صار للحزب يمكن منقرر الحزب بنزل بنوابه بنزل ساعة الطيارة على مجلس النواب ومنحترم الدستور اللبناني من قبل هؤلاء المقاطعين للعمل الدستوري ولكن مصادر 8 ادار بتقول للكاتب قليل فرز لبجريدة السفير انه هذا الفريق يرى اي مرشح توافقي او اي تفسير للتوافق السعودي الايراني يعني تحقيق توازن بالسلطة التنفيذية يعني مش معقول يكون رئيس مجلس الوزراء محسوب على 14 ادار وايضا رئيس الجمهورية لانه بيعتبروا اي توافقي معناته موضوع بالخانة السعودية وبالتالي العماد عون هو من يحقق التوازن هي مش معقول انه كيف منجرب في مثل لبناني بقول كل دروب بتوتي على الطحون للأسف الدروب الوحيدة اللي عم بيشوفوها هي دروب اللي بتوتي على الطحون اللي بدون ايه اليوم شأنها ما بينها قوة 14 ادار لحتى ما احكي كتير عن بس عن قوة 8 ادار خيارنا كان واضح من الاساس بترشيح الدكتور سمير جعجع وخيارنا كان واضح تماما بوجود المروني للوصول الى رئيس توافقي نحن نعني هالشي بنعنيه ونويانا سليمي بهذه الموضوع الموضوع اذا كان في غيرنا للأسف عم بيشكك بالنواية التشكيك بالنواية يظهر من الداخل وليس من الخارج نحن نويانا سليمي جدا بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من بعد 138 اليوم النهار 138 بفراغ الرئاسي وهذا شي مؤسف جدا انه هناك فئة كبيرة من اللبنانيين لا تزال تدعم هذا الفراغ وخاصة انه على رأسه قوات مارونية بالذات ومسيحية بالذات اللي هي العماد عون والتكتل تبع وصول الدكتور جعجة لسدة رئاسي كما يبدو مستحيل هالكوة 14 قدار بوارد انه تتخلى عن دعم ترشيحه يعني او تسمي مرشح اخر وبهل اتار اشارات الى انه رئيس عمين الجميل يعني قد يكون هذا المرشح يعني من الاساس المبادرة الاطلقة الدكتور جعجة من بكركي المبادرة الاطلقتها 14 قدار من حوالي الاسبوعين واضحين جدا نا لم تقابل باجبيه معنية العلي مش من عنا بكل صراحة العلة هي في مكان اخر العلة لا تزال مثل مع بيوضح يوم بعد يوم ولما نرجع للسؤال الاساسي انه ليش لهولان بدي يتدخل مع ايران لحتى تحلل الازمة معنية العلبي مكان اخر صارت واضحة نحن بترشيح الدكتور سامير جعجة من قبل الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية وتكتل القوات اللبنانية النيابة كان واضح هدف الاساسي كان لبنانة هذا الاستحقاق والوصول الى برامج واضحة لرئاسة الجمهورية بصورة البرنامج الجمهوري القوي لقدموا الدكتور جعجة وصولا الى الرفع المستوى التعاطي بهذا الملف والاستغناء عن ما كان يحصل في السابق او ما حصل في السابق بطريقة وصول رئاسي الجمهورية لا نزال متمسكين بهذا يعني ما في تغيير بالتمسك بترجيح دكتور جعجة دكتور سمير جعجة مش من نحن متمسكين فيك مرشح الى ان يتم التلاقي حول وصول الى مرشح توافقي من هو برأيك المرشح التواقف؟ شو نقاط الأول اللي بتتكلم عنه؟ شخصيا انا رأيك رأيك شخصيا المرشح التواقف هو الديمقراطية والنزام الديمقراطي باللبنان ينزل على مجلس النواب وفل يترشح من يترشح هذا ليس متاحا يعني اذا منه متاح معنيت عم ننقض فكرة ديمقراطية كله واذا الديمقراطية التوافقية صار في توافق على كل شيء ليش اول مرة بتنقض لا 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 ما هي نحن كان في امل انه على الاقل انه لبنن هذا الاستحقاق ونمارس العمل الدستوري السليم بعدنا من فتحين ونتمنى ان يلاقينا الطرف الاخر بطرح اي مرشح توافقه بيريده او مرشحين مرضى عليهم وبنزل بهالمرشحين اللي برأيه على الاقل احترام جزئي ولو للديمقراطية يكون في مرشحين ننزل على اساس هالاسمين على مجلس النواب وانا اقترع ويكون في توافق على اسمين من النام ما بدون يكونوا يكونوا الكنيسة ممتعدة من سلوكيات السياسيين والله بتمنى انه الكنيسة دل ممتعدة ولكن تمضاعد من الاطراف المزبوطة عم بتعطي تحذر من او تتخوف من خراب كبير كلنا هاك ليش ما عم بيسمع الافريقاء المسيحيين هذا التحذير لا معلش شي الموارنة بشكل خاص اذا كان بغض النظر انا باعتبر انه اللي مين احكي عم بحكي كلبناني اولا وبعدين اللي مين احكي كمسيحي مش فرع معي كني ماروني ولا ارتوديكسي معي عم بتقيمي شوية بن الحمل علي بشكري بنفس الوقت اللي بقولوا بهذا الاطار انه اعرف الحق والحق يحرركم علمتنا اياه هاي دي الكنيسة وهي دي موجودة اي بالانجيل الحق بقول انه المعطل اللي هو لازم يكون سعين كلنا وراه عم نسعى وراه بكل قوانا وندعيصر فيه تواصل معه على عدة مراحل لهذا المعطل ولي غيره ولكن للأسف التجاوب لحد اليوم بعده يمكن لانه رهينة للأسف عب تثبت الايام انه رهينة امور اكبر منه ويتم التعاطي مع هذا الملف بتواطئ للأسف مؤلم جدا اصبح واضح زواج المصلح اللي قائم نعم بس مش اول مرة العماد عون بتمسك بهذا الموقف يعني من الثمانية والثمانين لليوم كل ما وصلنا لمقصر رئاسي مكان حزب الله قبل هي يمكن واحدة من الاهداف الغير معلنة بالاتفاق الالفين وستة الوثيقة اللي ما منعرف وينيها الوثيقة وشو البنود اللي فيها تم احترامه بين الحزب والجنرال اللي نمضي بجاليري سمعان بقى كل هالرمزيات هاي دي عب تثبت انه بالشكل كان فيه شي حلو ولكن بالمضمون لا يزال كل هذه الوثيقة فارغة ووراءها تحالفات وطواطئ على امور كثيرة واللي لأسف معد عم بعرف من عب يزدغل مين بهالإطار مع انه الوزير اليوم جبران بسيل انطلاعا من الوثيقة ومن البيان الوزاري بيقول لو فيه انصب الاخبار انه كل ما قام به حزب الله مثلا في شبعة يندرج بسيق البيان الوزاري وهو مفهوم لانه اسرائيل هي التي خرقت السيادة اللبنانية يعني ما قام عد مثل ما عم تقوله بس كلام على ورق بل اقتناع بصراحة في شي بيقولونه بالانجليزي كل شيء له علاقة بميديا ستانتز يعني هالمغامرات او البراعات الاعلامية اللي منقوم فيها فضل بصراحة على التصرفات اللي عم تبدور عن الوزير بسيل ان كان بفاطمة جول ولا بـ 1200 مليون دولار ولا اللي صار بوزارة الاتصالات ولا التصرفات الاخرى اللي عم نشوفه من وزارة لو وزارة بنتقلة فضل معلق على تصرفاته بقى بعد الفاصل موقف الثاني المتعلق بتوطين النازحين السوريين والمخيمات هي هذا التوطين المقنع ومواضيع اخرى بعد التوقف مع اول فاصل اذا قبل الفاصل استاذ معلوف كنا عم نحكي عن موقف وزير جبران بسيل الشئ التاني منه المتعلق باقامة المخيمات لنازحين السوريين وهو يمكن كان رأي الوزير مشنوق ووزراء في الحكومة انه قد يكون مخرج لما تتعرض له عرسال اليوم الوزير جبران بسيل مصر على اعتبار هالموضوع توطين مقنع هل ايضا بيدخل هالكلام باقتار الاستثمار السياسي؟ يعني ما بحب البكاء على الاطلال ولكن من الضرورية والتذكير ببعض الوقائع بموضوع المخيمات اول شي منذكر انه في مخيمات بالاردن وتركيا ضابطة لحد كبير جدا موضوع اللاجئين نحن ككتلة نواب زحلة وكتكتل قوات لبنانية من صيف الالفين وطناعش وقبل حتى بشتاء الالفين وطناعش بقدرنا للطلب من حكومة الرئيس مئاتي القيام بمخيمات نعمل الزيارات وحديث بهذا الموضوع لما شفنا الوضع خاصة بالابقع شو راح يكون علي والحدود المفتوحة بالابقع من الالفين وطناعش بايلول الالفين وطناعش كان فيه وثيقة رسمية تقدمت من قبل قوى نواب اربطعش ادار بفخامة الرئيس ميشيل سليمان تضمنت موضوع المخيمات وتضمنت بالاضافة لهالشي حماية الحدود انطلاقا من القرار 1701 ولكن للأسف حكومة الميقات لم تتجاوب كان فيه الوزير باسيل للحكومي لو وقته اشتغلوا عيد الموضوع ما كنا وصلنا لما وصلنا اليه اليوم اليوم للأسف يمكن منه موجود الوزير باسيل بمنطقة فيه الحشد من اللاجئين اللي موجود على الارض اليوم كان بالأثر الاقتصادي والمعيشي اللي عم بتركوب المناطق الموجودين فيها ولا كان بالأسف الخطورات الأمنية التي قد تنجم عن هذا الموضوع لأنه منعرف للأسف انه في كتير من الاراضي المستأجرة الموجود فيها خيم او الاراضي اللي عم بتأمنها بعض الجهات المانحة والمؤسسات الدولية فيها كتير من الخيم اللي تعمر دخلها حيطان بطون هاي دي بالمخيمات المضبوطة ما بتصير بس بالمخيمات الفيلتي مثل ما معمول اليوم اللي هي موجودة ابسوفاكتو المخيمات ولكن طريقة غير مضبوطة وموجود بقلب السلاح وفي مدهمات عم تقوم فيها القوى الأمنية مشكورة وعم بيضبطوا كثير من السلاح بما فيها المواد المتفجرة وغير وغيره ولكن هنا البعض استاذ معلوف بحملكم يعني كفريق سياسي مسؤولية ما قالت إليه الأمور لأنه ببداية الأزم السورية أنتم أو حلفائكم رحبوا بالنازحين السوريين وأعلنوا جاهروا بدعمهم للثورة السورية وهالأمر يمكن شجع هؤلاء على أنه ينتشروا بشكل أكبر وياخدوا حريتهم بشكل أكتر يعني حتى وصلت الأمور لمهاجمة النواب العونيين ووصفهم بأنه العنصرية لا معلش النواب العونيين ولا مرة كانوا ضد الدخول السوري اللي حقليني بس أتناول الموضوع التدريجي طلبوا بأنه بأكفال الحدود طلبوا بأكفال الحدود كنا تأخرنا كتير معلش أنه كانوا بوزارة موجود منهم عشر وزارة بوزارة رفضت مخيمات طبيعية اليوم نحن الأول شيء طريقة السرد الإعلامي اللي بيتبنوها هي تضليل إعلامي بأمتياز أنه نحن رحبنا باللجئين نحن ما رحبنا باللجئين نحن من رحب بلبنان كل عمرنا بحي الله حدا مضطهد من أراضيه خاصة بظل نظام عانينا تحت وطقته عشرات السنين من زمن الوصاية وننزلنا عاني اليوم من قراراته بما فيها آخر قرار بالطريقة اللي حلوا فيها قصية الألمون لحتى دفشوا التكفريين إلى داخل الجرود اللبنانية والأراضي اللبنانية نعم ولكن وقت الانتخابات الرئاسية هالحشد يلي شفناه ما أكد لكم أنه مشكل هؤلاء هم من عانى من هذا النظام يعني حلوي حلوي التذكير بهذه الصورة بذكرنا أنه لو كان فيه مخيمات وين كنا وبدل ما يكون فيه الزحف المعمد اللي صار بانتخابات الرئاسي السورية ما يسمى بانتخابات الرئاسي السورية بس لأرجع لسؤالي اليوم نحن نصر على أنه كنا لأسباب إنسانية وهذا وطننا وهي دي رسالته نرحب بأي لاجئ بطريقة مضبوطة هذا اللي طلبنا فيه والعشر وزراء العونيين إذا كانوا عم بيحكوا بهذه الطريقة ما بدهم تأخروا كتير تأخر جبران بسيله بالنتيج اللي حكي تأخر كتير لطالب بتسكير الحدود نحن طلبنا بإغلاق الحدود أو ضبط الحدود على الأقل حتى يكون في دخول لأسباب إنسانية مضبوط ولكن العشر وزراء طبعهم ضمن حكومة من 30 وزير سميناها وقته الحكومة حزب الله بامتياز ولا تزال بأعمالها إذا بنرجع لها إذا مش بمية بالمية الأكترية الساحة حكومة حزب الله بامتياز اللي صارت بالانقلاب اللي صارت بفترة تسمية رئيس الوزراء وقته وكلنا بنعرف شو صار وكيف تشأل بيت الأمور بين ليلي وضحاها بنهار تنين تعجلت المشاورات لغير يوم بسبب هذا الوجود ما ننسى هالأمور كلها هيدا التاريخ وكل ما مندبعه درجي درجي للأسف منعرف أنه كان فيه شريك أساسي أو مبرمج أساسي لكتر من الأشياء اللي صارت ليه حزب الله وكان فيه من يبرر لحزب الله لا يزيل حتى اليوم اللي هو الطيار العوني للأسف وصل اليوم وندعو من كل أنا من كل قلبي بدعو يا أخواننا بحزب الله اليوم أحسن من بكرة العودة إلى كنف الوطن والتخلي عن أجندة أثبتت الأيام أنها مش هتحصل اللي هي كانت أجندة قد تكون ما سمية بالهلال الشيعي للأسف اللي طلعوا من الحبوس السورية صفوا بقيادات ومنضويين تحت رأيات تكفيرية متطرفة جدا على رأس داعش اليوم هاودي اللي طلعوا من الحبوس لحتى يؤضوا بغرض أن يستمر النظام بالرغم من كل شي ولا يصل إلى حل سياسي ما يحدث في سوريا تطورت الأمور لحد فلتت عن السيطرة من قبل الجميع حتى هناك يمكن من يخطط لأنه في مطاري استراتيجية بتنضرب ومطاري استراتيجية ما بتنضرب بالتحالف يمكن في ناس أكبر مننا صاري كتير عم بتخطط يمكن وصل الوقت لحتى نحمي بيتنا وهذا البيت ما فينا نحميه غير إذا كلنا كنا سوا تحت كنف الوطن عم بتكرر هالمناشة دي هل أنت خائف أستاذ معلوف أنا أكتر شي خائف اليوم أكتر شي خائف على للأسف الخسارات الكبيرة اللي عم نتكبدة كلبنانيين أنا باعتبر كل شاب من عندي من منطقتي وباليومين الأخيرين كان فيه شابين من منطقتي يتوفوا مش لازم يموتوا هاو دي لقضية ما أنا عليها فيها كلبنانيين مش لازم يموتوا بقضية خارج الأراضي اللبنانية ضحايا مئات من الشباب اللي ميتوا أنا خايف لما نكون نحن عم نتفكك كوطن وعم تتزعزع الصيغة الأساسية بالكيان من خلال عدم الاهتمام بالسلطات الدستورية وعلى رأس انتخاب رئيس الجمهورية وخوفي الكبير أنه فيه فريق للأسف مختطف هذا القرار لهو حزب الله بالتواطق مش تعاون بالتواطق مع الطيار العوني وحلهم يوعوا بقى كلهم سوا مع حكيرامي لقلهم لقدراتهم لأنه العودة إلى كنف الوطن هو المطلوب اليوم إذا كنا نؤمن بحماية الوطن إلى المدى الطويل حتى لو كان فيه مؤامرات كبيرة للقضاء على خطوط سايكس بيكو وغيره نحن فينا نحمي حالنا بوطننا إذا كنا متعاددين متكاتفين متشاركين لحماية هذا الوطن وحدوده دائما يعني تكررون هذه المناشدة وبتقولوا أنه لأنه قد يكون الحزب يرغب بالوصول للمؤتمر التأسيسي قبل يومين الشيخ نعيم آسم على الوطن كرر يعني عدم أنية على الأقل والتزام حزب الله بالطائف وبغيره يعني ما بعرف تشور فليش ما بتحاولوا تتفهموا كمان المخاوف لعبا والله أنا بحاول تتفهم مش بس هدا الحكي للشيخ نعيم آسم ما احترامنا لأله بتتهم كمان اللي كتبه بكتابه الشهير بنتفهم كتير من الاشياء اللي حكيها ليش اللي بدي اجتزق حديثه يا بدي اخد حديثه كاملة من زمين عاب يتحدث الشيخ نعيم آسم عن غير معطيات وغير تطلعات وغير طموحات لحزب الله بالأراضي اللبنانية ومن زمين الحرس السوري عاب يتحدث بطموحات لإيران على حدود الشرقية للبحر الأبيض المتوسط اليوم على حزب الله أن يعود إلى كنف الوطن ويتخلى عن الأجندة الإقليمية لأنه اليوم شأنه ما بينه بغض النظر عن ليش لم يتمسك بإيران كانوا من منظار عقائدي ولا من منظار دعم مالي واقتصاد ريعي ولا 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 اليوم القصة أكبر بكتير صارت من ما بدأت عليه القصة اليوم بتقول أنه هل نريد لبنان وهذا الكيان هيت لحتى نوقف في تعطيل السلطات الدستورية تابعونا نتخي برئيس جمهورية نبادر إلى انتخاب مجلس نواب بقانون مجلس انتخابي جديد لحتى مظبوط نبادر إلى استعادة الدولة بلبنان أشرت لي القانون النيابي اليوم الاتجاه رايح على التمديد أليس كذلك؟ يعني كمان رح تكون بعض ناين بالرغم أنه يعني بالرغم أنه أنا أعلنت نعم عدم رغبتي بالترشح نعم الأمور متجهة إلى التمديد يعني للأسف هذه الصورة نحن لا نزال الموقف واضح ضد التمديد للأسف الواقع القائم قد يفرض هذا التمديد ويسير في هذه الأمور وسيكون هناك جلسة طبيعية إلا إذا كان فيه طموح للوصول إلى فراغ معين سيكون هناك جلسة بـ 21 الشهد أو بـ 27 قد يتم تأكيد هذا الموضوع أن نصل إلى هذا وكل الكتر رح تكون موقفة واضحة من هذا العمر والقوات اللبنانية رفض التمديد نحن علن موقفنا كتكتل للقوات اللبنانية برفض التمديد طيب أنتم متهمون أنه أنتم عم بتزيدوا على العماد عون بهالموقف لا نحن عن قناعة لأقلك ليش عن قناعة نحن اللي قلناه سابعا وقلناه اليوم أكيد الأولوية عندنا انتخاب رئيس جمهورية ولكن بعدم وجود هذا الموضوع ما فينا نستمر بالحقيقة الأمانة اللي عطانا إياها الشعب اللبناني انتهت صار تمديد سنة الماضي واليوم أملنا كان أنه هالتمديد يتوقف وبعتقد نعم في عوائق أمنية في بعض التحديات ولكن أملنا بغض النظر عن موقف الجنرال عون عن قناعة ذاتية قبل ما نعرف شو موقف الجنرال عون ولا من يتبع الجنرال عون الله يوفقه بس نحن بكل قناعة موقفنا مستقل عن موقفه وهو قناعتنا أنه أفضل أن لا يكون هناك تمديد نعم ولكن الأمانة ما تقضي كمان إذا شفتوا الأمور رايحة للفراغ التام أنه توقفوا وتعلنوا التمديد مجاهر يعني مش أول مرة بتاخدوا قرار بخسركن شعبيا ليش هالمرة الأمر مختلف لا أول مرة للحقيقة القرارات كانت عابتكون عن قناعة مش عن شعبوية نحن أول مرة القوات اللبنانية لحد اليوم ومن هون أوقات مننلم عليها من عدم المشاركة بطولة الحوار لسباب واضحة اللي أثبت الزمن أن معنى حق فيها الحبر اللي بيتحول لماي بعد كم يوم متل مصار بيعلان بعبدة عدم دخولنا بالوزارة لأنه منعرف ليش الوزارة عم تركب وكيف عم تركب وشراكتنا وشراكتنا مع الحزب ضمن وزارة كان يدعم وجوده بسوريا من منظرنا ونحترم الأراء اللي أخدوها أو المواقف اللي أخدوها حول فئنا ويمكن من وجهة نظارهم كان ضروري يكونوا بالوزارة وأكيد عم بيقوموا بالمجهود المطلوب للمحافظة على السلطة التنفيذية بظل فراغ رئاسة الجمهورية ولكن نحن لقرارات اللي عم ناخدها ولا مرة عم تكون قرارات شعبوية أبدا نحن مننام جدا أنه مش عم نفوض بالوزارات لحتى نقدم خدمات لأنه للأسف العمل السياسي أكتر وبرتكز على خدمات بقى هيد كتير من الإشياء الشعبوية عم تكون ثانوية قدام القرارات اللي عم نقتنع فيها بالرغم من أنها غير شعبوية عم تكون قرارات من وجهة نظرنا تصب بخانة الوطن والمحافظة على المؤسسات رح تحضروا الجلسة بس رح تمتنوا عن التصويت مية مية ما رح تصوتوا ضد لا القرار بعد منه منتهي بس ولكن من المحتمل أن نقترع ضد التمديد طيب ما بيكون فاقد للميثاقية أي تمديد إذا كان القوات الكتائب وطي الوطني الحار معارضينه يعني هل موضوع هذا بصراحة اليوم الصبح وأنا عفكر بالموضوع بطرقة الفكرة على راسي بس القصة هل ما بعرف كيف يتم نحط بالميزان الوضع القائم وتأثيرات الوضع القائم على المفهوم الميثاقية يعني بتصير فيه ضبابية بالآخر بالتفسير الدستوري أو الدستوري الميثاقي أو التحليل الميثاقي يعني مخرج على الطريقة اللبنانية يعني المخرج رح يكون بمجلس نواب للأسف هذا الوضع القائم حاليا مش معنى تفرضى عليه للوضع القائم إذا تنع رئيس برئيس يمشي بالتمديد لأنه يبدو أنه متمسك في رفته حقيقة موقفه أم مناورة يعني ما بعرف مبارح سمعت بعض الكلام من من قبل التكتل أو كتلة التنمية والتحرير كان واضح أنه نوع من تبني لموقف الرئيس سعد الحريري اللي أطلقوا من الأليزة بموضوع أنه إذا في انتخابات طيار المستقبل لأن يشارك بهذه الانتخابات اللي أكيد منحترم الرئيس الحريري على رأيه بهذا الموضوع ومنحترم أكتر وأكتر موقفه بموضوع الضروري انتخاب فخامة رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن بعد الفاصل رح نرجع وانتبع حديثنا بالمواضيع الأخرى وأكيد بآخر قسم رح نخصص الوضع الاقتصادي سيد معلوف فيه محطة بذل انذارات وتحذيرات صندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادي بلبنان لحظات وانا عود كاريكاتور الحياة اليوم لحبيب حدد ده رسم من دون تعليق مواطن لبناني فوق مرجوحة ولكن وسط نيران إذن يعني للدلالة يمكن على الوضع اللي عم بيكون المواطن اللبناني موجود فيه وعلامات الخوف والقلق مبيني على وجه الأجهزة الأمنية اللبنانية استاذ معلوف بحسب جوني منير بجريد الجمهورية اعتقلت شخص قبل كم يوم كان يحمل 270 ألف دولار أمريكي نقدا يريد إصالة للخلايا الإرهابية الموجودة في لبنان واستحصل على المبلغ من محل سيرفي يملكه شخص سوري في الضاحية الجنوبية وبالتأكيد هذا المبلغ الكبير مخصص لتمويل عمليات ومصدره جهة كبيرة عندك معطيات حول هذا؟ ما عندي معطيات بس وردة الأشياء وردة الملفت أنه صاحب محل السيرفي موجود بالضحية سوري ما بعرف إذا كان سوريا موجود بالضحية الواضح أنه يكون انتمائه لهذا الشخص أكيد مش ضد النظام ليكون قاعد موجود بنص الضحية وفاتح محل السيرفي بعد الخوف بعد الخوف قائم من عمليات تفجيرية انتحارية أنا برأيي الخوف توترات أمنية أكيد 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 اليوم شأنها ما بينها نضبط الموضوع إلى حد كبير ولكن القاصد غير المقصود واليوم فيه فلتين بالحدود اليوم شأنها ما بينها فيه تواجد كبير مشكورة القوى الأمنية على العمل الجبار اللي عم تقوم فيه بالمدعمات ونتيجة بالمدعمات عم بلقاتوا خلايا أو عم بلقاتوا أشخاص مشبوه بأمرهم أو أشخاص عندهم قدرات لخلق بعض الإشكالات الأمنية يعني من الطبيعي بعمل القوى الأمنية تتؤكد أنه هالأشياء للأسف صارت موجودة وقتنا وقت أكيد ما كانت موجودة فتحنا لها الحدود وعطيناها الحجج والمبررات لا تنوجد أكتر ويمكن حمست بعض الناس لأسباب عديدة كان من منظر وجوه وإحساسها بأنها تعيش تحت غطاء الغائي أو غيره الناس استغلت عواطفة ومشاعرها وقد يكون تم تشجيع اندواء أو العمل على اندواء ضمن بعض الخليل هل اللي عم بصير بطرابلوس يدخل في هذا الإطار؟ يعني ما بعتقد الموضوع بطرابلوس مضخم أكتر أكتر مما هو وبعبكار هلأ أكيد موجود اليوم عم بستنمو ديهمية لخلية بالمتن اللي صار بالأسبوع الماضي وبغير مناطع بلبنان يعني اليوم ما بدنا نوصف مدينة طرابلوس بعتقد أكيد مثل ما موجود بكل المناطق موجود هلأ هناك بعض الأشخاص اللي صوتها بيودي بترابلوس عم تطلق بعض المواقف ولكن أهل طرابلوس معروف مني مدينة طرابلوس معروفة شمية وبعتقد التعاضد اللي موجود اليوم بين أهالي طرابلوس ككل للمحافظة على الصورة الحقيقية لل لل للترابلوس أنه تكون عم بتواجه للأسف بعض هذه الخلية الموجودة واللي عم بيصير خاصة مؤخرا بمحاولة القبض على شخصين معينين بهذا الإطار كمان ضمن محاولة الردع اللي عم تقوم فيها القوى الأمني بناء على ذلك اليوم قليل حاج بالنهار بيقول سيسمع اللبنانيون ويقرؤون كلام كثير بالأيام والأسابيع المقبلة عن قرار رقم 1701 وقوة 14 أدار تتجه لطرح موضوع تطبيق هذا القرار سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه وإعادة قراءته ومعلوم أنه أبرز ما ينص عليه نزع السلاح من كل لبنان وليس بالجنوب بوحده خلافا لما فسره الحزب والذي لم يعد يعترف بهذا القرار إذن هذا ما كتبه إلي الحاج بجريدة النهار هل أنتم تتجهون لإعادة تحريك هذا القرار سواء بالنسبة للنزع السلاح أو بالنسبة لتوسيع صلاحيات تطبيق هذا القرار نحن بالنتيجة متمسكين بالقرار 1701 لأنه هذا قرار طلبك في الدولة اللبنانية وصدق على السلطة التنفيذية في لبنان وما بعرف أي فئة في لبنان فيها ترفض هاي قرار هيدا منه قرار ترفض الفئات بلبنان هيدا قرار دولي هيدا قرار حميلنا حدودنا لـ 8 سنين أول حركة قامت فيها قامت فيها حزب الله ضمن الأراضي الإسرائيلية كان من يومين اللي هو أول خرق من نوعه لـ 1901 من من الأبل اللبنانيين اليوم هل هل هالشي يعني أنه رح نستسلم من بعد ما طلع تحليل معين مرفوض كليا اللي ما يعني 1901 ببيان التيار التغيير والإصلاح نهار الثلاثة أكيد لا 1901 قرار دولي قائم نطالب بتطبيقه وسوف نطالب بتوسيع إطاره مثل معامل طالب أكتر وأكتر فيه وقد يزداد هذا العمل بإتجاه تطبيقه بموضوع آخر موضوع سلسلة الرتب والرواتب يوم الثانيين اللي جان اللي تستأنف عمله لإعادة درس النقطتين العليقتين بهذا الملف بحسب ما كثبت رئيسية النهار يلي هن سلسلة العسكريين ومساواة القطاع الخاص بالنسبة للمعلمين الأستاذ نائب الأستاذ فريد مكاري نائب رئيس مجلس النواب قال إنه لا يمانع بعقد جلسات يومية متعاقبة إذا كانت المادة جاهزة للنقاش فيه انبعاث جديد لهالموضوع أم أنه صار في خبر كان هو الموضوع للحقيقة أولا مرة كان فيه خبر كان فيه عم ينشغل عطول بطرق خجولي يمكن ولكن كان عطول عم ينشغل على الموضوع فيه عدة ملاحظات طلعت على الاقتراح المعدل اللي تعدم بمجلس النواب اللي هو بالنتيجة يطلاق مع المشاريع القوانين اللي تعدم من قبل الحكومة المئاتي قبل بيعمل معدمة استعالة كلنا بنعرف كمان هالتاريخ مش لازم نلسى التاريخ كيف بتصير الأمور ولكن فيه موضوع المساوات بالتشريع اللي منطلقة من سابقة بسنة 1958 حول القطاع العام بين القطاع العام والقطاع الخاص اليوم هذا الموضوع مبارح الكتل بعد اجتماع لجنيت المال والموازنة أعلنت نوع من دعم للمساوات بالتشريع وأكيد فيه بالإضافة لموضوع سلسلة الاختلاف بصراحة أنا من الأشخاص اللي ندايت بقلب مجلس النواب ومن بعدها اجتمعت مع الجيش اللبناني والبعض القطاعات الأخرى كان برأي أنه نعيد الدرس وكان دواردي على أجندة اللجنة الفرعية الأولى أن نعيد النظر بفلسفة سلاسل الرتب والرواتب يعني كيف يعني إعادة يعني يعني ما فيه سلسلة رتب الرواتب فيه سلاسل رتب ورواتب يعني تنأخذ على القطعة كل قطاع بحسب نوع العمل نوع وطبيعة العمل نعم اليوم إذا ما نشتغل بإدارة موارد بشرية الموسويت برأيك الموسويت ما بتصير غير إذا صار في إدارة موارد بشرية سليمة من قبل مؤسسة اسم الدولة اللبنانية نعم اللي مكونة من عدة إدارات ووزارات وغيره من المؤسسات التنفيذية بالبلد اليوم إذا ما نعمل بطريقة سليمة على إدارة الموارد البشرية رح نرجع نقع بنفس الخطأ بعد فترة من الزمن ما بحلة غير إعادة مظبوط ريفورم يعني إعادة تفكير كامل يعني إصلاح وتغير إصلاح يعني للأسف سيدة الإصلاح عم نحكي فيه له مضمون هون المضمون الإصلاح اللي عم نحكي فيه هون إنه منجي منتطلع بممارسات الإدارة الموارد البشرية ممكن بدراسة الملك للتوصيف الوظيفي للتصنيف الوظيفي سيدة أمور بده وقت أكيد أنا كشخص بصراحة كنت حضرت اختراح حانون ولكن ما تقدم إنه نعطي سلف لفترة 2014 و2015 لنكون عملة الدراسة بطريقة كاملة متكاملة ونوصل ليكون فيه مضبوط سلاسل رواتب قد تساعد للبناء للمدى الطويل لحسن إدارة المواد ما أقدمته لا ما أقدمته لأنه كان فيه معارضة اجتمعت مع هيئة التنسيق وقته أصم من الإداريين وفقوا الجيش اللبناني بشخص القائد جون أهوجي هو بالاجتماع مع القادة الإداريين بالجيش اللبناني اجتمعت معهم وكان فيه تجاوب للموضوع ومع بعض الإداريين كان فيه تجاوب للأسف منوصل الاجتماع مع هيئة التنسيق أنه رفض وقته هذا الاقتراح وما عدنا مشينا فيه لأنه كان بهمنا أن يكون فيه توافق عليه ووقته كان عم بندرس قبل بقبل بكم يوم من نهاية انتهاء مدة فخامة رئيس الجمهورية يعني لو وقته صار فيها التوافق مع المعنيين يبقى ما كنا اليوم بالحالة ان احنا فيه بعد فيه تقريبا ست قائق من الحلقة وأكيد فيه بدأ اسألك عن تحذير صندوق النقد والبنك الدوليين يلي أبرزتوا اليوم جريدة المستقبل على الصفحة الأولى من تداعيات النزوح السوري على المالية العامة في لبنان ومن استمرار المأزق السياسي وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية الأمر يلي يضر بالتكة وبمناخ الأعمال قبل ما نحكي عن هالنقطة الأخيرة قبل ما نطلع على الهوى كمان أرادت أن تقول شيء بخصوص دعوة مؤدمة فيه مبارح قدمنا كتكتور تتهم النواب السرقة هي كان فيه أفضل الحقيقة فيه للأسف اليوم بالواقع اللبناني فيه تعميم طاضح لتوصيف السياسيين بأوصاف معينة حرامية وغيره أو لحتى انتهم بالفساد للحقيقة مش كل العالم فاسدي ومش كل العالم حرامية وفيه عالم عم تشتغل وفيه عالم بتحط من جيبتها لحتى تقدير تقوم بواجبة جيب مواطنيها لمن دولة تتقاعس وغيره وغيره بقى الوقف من هذا التعميم وأن يكون هناك عدل بالفعل لحتى الأبيض وهالسياسي الخاطئة التي تضر وتأذي بسمعة اللبنانيين ومواطنتهم وتأذي بسمعة كل السياسيين ومن ينتخب السياسيين من نحن بالنتيجة عم نوصل للسياسيين من هون أملنا كن يكون فيه انتخابات طبيعية وعمل طبيعي بيظل وجود رئيس عتيد للجمهورية ولكن تجد الرياح اليوم بما لا تشتهي السفنه على أمل أن تنزل بعض الأشرع وتغير اتجاهها وترجع للوطن موضوع الأخير هو موضوع الاقتصادي قداش بعد وضع لبنان بيقدر يتحمل اقتصاديا وموازنته أو مليته العامة قداش بعد بيقدر تتحمل مصاريف أبرزة يمكن على النازحين السوريين اليوم الكلفة تتزايد التقرير اللي طلع من تقريب السنة اليوم من قبل البنك الدولي عن الواقع النازحين السوريين كان واضع موازنة محددة وهي موازنة كبيرة للأسف صار فيه وعود كتير بدعم لبنان بالتعاطي مع حاجات المعيشية وغيره للليجئين السوريين مشكورة الأمم المتحدة وعدد من الدول اللي منحت ولكن في كتير من الوعود ما تم ما تم الإفاء فيها لعد اليوم وهالشي عم بيكبد لبنان على جميع الأصحي دي خاصة على صعيد الرعاية الصحية وعلى صعيد تأمين الطاقة وغيره المطلوب ليش ما تم الإفاء فيها حتى اليوم يعني كان في عدة عزار للحقيقة ما بدي فوت بالتفاصيل أهم فقدين السقاب هالطاقة من السياسي أكيد فقدين السقاب وخاصة الفراغ اليوم اللي صار بسدة رئاسة الجمهورية للأسف عم تفقد السقاب ليس فقط نتقبل الدول الصديقة والشقيقة كمان في كتير من المستثمرين عم بيخسروا كتير من سقاتهم بالبلد لأنه عم بيبين أنه اللبناني من يجد بالتعاطي مع النظام ومن هون منقول هل وجود الحزب رح يرجع أنهي بهذه النقطة هل وجود الحزب بسوريا وأمتنائه عن انتخاب رئيس جمهورية يخدم مصلحة هذا الوطن ولا يكبد هذا الوطن خسارات اقتصادية وغيره وغيره لأنه وجودهم بسوريا أكيد يزعزع هذه الثقة أكثر وأكثر بالكيين والنظام اللبناني طالما الأمر كذلك يعني الجلسة 15 ما رح تختلف 14 بكرة لا بكرة بكرة أنا والله رح ضل متفائل سيدتي الكريمة رح ضل متفائل اليوم اليوم الجلسة لا اليوم 14 اليوم الرعم 14 اليوم الجلسة مش بكرة أي اليوم الجلسة الـ 14 نعم أي بقى أملي أنه الجلسة 15 تكون مغيرة اليوم 14 بتح تكون مختلفة عن سبقاتها أكيد للأسف أملنا أنه بالفعل نعود إلى كنف الوطن في كتير ناس جربوا طلعوا برات كنف الوطن وعادوا إلى كنف الوطن وصرنا على أساس الأكترية الصحة نعم تتعوه مع حزب الله لتوسلوا هالمنيشة والله إذا هايدي المنيشدات بيحب يسمعها حزب الله منتمنى وإذا ما بيحب يسمعها بكون أنا من الأشخاص المحبطين جدا لأنه بالفعل بكل بكل قلب منفتح إيماني أنه هذا الوطن ما بيمشي بدون مكوناته أو على رأسه الحزب الله لأنه بالفعل نحن كيان مميز يازم نحافظ عليه وشعب مميز يازم نحافظ عليه وخايف على هذا الكيان إنه طبيعي جدا اليوم خاف وكل ما زرنا بيقولوله للواحد شو لازم تعمل إذا عم تغرق بحفرة أول شي أول شي نعم لازم نبطن نحفر للأسف اليوم الحزب والتيار العوني بعدهم عم يحفره شاء الله هيك مناشر فتلق صدى وتكون الجلسة الحلقة المقبلة للحديث عن رئيس جمهورية الجديد شاء الله الله يسمع منك وكل مرحلة المقبلة هيك بالتفاقل منها حديثنا أستاذ جوزاف معلوف أهلا وسهلا فيك أهلا فيك تسلمي شكرا جزيلا شكرا شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة وإلى الإقاءة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة